ننطلق في عاصمة الميادين في هذا اليوم المبارك يوم الخميس والسابع عشر من شهر نوفمبر لعام الفين وستة عشر الميلاد انطلاقاتنا تأتي ضمن التوجيهات السامية لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليف بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه واخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وبالمتابعة الكريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ولي العهد الامين نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام عشاق الاصالة عشرون شوطا خاصة بسن الحقائق من مسافة الاربعة كيلو مترات وتسعيرة هجن الرياسة الخامسة تنطلق في عاصمة الميادين على بركة الله وتوفيق ينطلق الشوط الرئيسي شوط الدرع الغالي والسيارة الفاخرة بالانتظار ايضا من سوى يحصل على كلمة الناموس الكل يتطلع الى الفوز الكل يتطلع الى الناموس والانتصار هنا في عاصمة الميادين مباشرة مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام مع مقدمة هذا الشوط مع الصدارة الاولى مع المركز الاول من تاتي هنا جود عبدالله بن راشد بن عبدالله الاكتبي تنطلق في الصدارة الاولى بينما في المركز الثاني الوصول هنا الانطلاقي هنا من خلال هذا الشعار احترام اسهيل بن سعيد بن خير الاعفاري قادم من مصانع الجنوب التراثية بينما النقل مباشرة الى الشاهينية حمد بن مطر بن عبدالله الشامسي وصل ايضا شعار الشامسي ليقدم لنا شعار بن عمر بالفعل بينما الدخول من خود حمدان او حسن بن احمد بن حسن العامري وصل ايضا قادم من ميدان الساد للمشاركة في هذا الشوط الرئيسي للمشاركة في الفوز والانتصار بينما الدخول هنا على المركز الرابع اللي وصلت هنا مشاهدين العزاء والمركز الخامس حاملة رقم 48 الوصول والدخول من هوائل محمد بن علي بن محمد الفهيدة المريه هذه هي النتيجة هذه هي الاسماء القوية الشعارات الكبيرة الانطلاقات المثيرة لنعودة الى الصدارة لنعودة الى المقدمة شوط الدرع الغالي شوط ايضا الرئيسي للابكار الحجائق اربع كيلو مترات تسعيرة هجن الرئاسة الخامسة شكرا من الاعماق لهذه المؤسسة العملاقة على الدعم الكبير ايضا تاتي في الصدارة الاولى في المركز الاول احترام من تنطلق هنا باحترامها الكبير اسهيل بن سعيد بن خيره العفاري من يقدم احترام شوفوا هذه الاسماء القوية والعملاقة الانطلاقات المثيرة التحديات ايضا الكبيرة الله 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 يا هذا التجمع الكبير يا هذه الاعداد ثمان بكار او تسع بكار في موقع واحد تنطم العاشرة معهم بكرت من رصاص بالفعل هكذا مشاهدين العزاء متابعين الكرام المتعة والاثارة القوة والحماس ولكن الصدارة المركز الاول من تاتي هناك ايضا صدع صدع علي بن زعل بن سعيد بوضرس المنصوري يسير الى مقدمة شوق وصل رجل المفاجئات وصل بن نصر وصل في هذه اللحظات ليقدم هذا الاسم الكبير والتحدي المثير مع رحف يابر بن صالح بن محمد بن نصر العامري والوصول من الزاوية الاخرى من الاسماء القوية والتحديات المثيرة وصل شعار بن عمر ليقدم ايضا انطلاقة ايضا الشاهدية حمد بن مطر بن عبدالله الشامسي الله 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 الاسماء القوية والتحديات المثيرة مشغل رصاص بن سالم بالرصاص العامري من الزاوية الاخرى والوصول في هذه اللحظات التحديات المثيرة من حزر محمد بن سالم بن مشلش العامري وصل بن مشلش بدأ يتدخل أيضا في عمق الميدان الكيلو الأخير كيلو الامتحان كيلو الصراع القوي الزعيم محمد العبدالله بن يابر هل نابد تدخل أيضا من الزاوية الأخرى هكذا الأسماء بن مشلش بن مشلش بدأ يأخذ الصدارة الأولى بدأ يأخذ المركز الأول ليأتي مع هزر محمد بن سالم بن مشلش العامري والوصول هنا من خلال محبة محمد وسلطان الدرعي وصل في هذه اللحظات والدخول التحدي المثير حاملة الرقم 21 حاملة الرقم 21 القادم اشتعال اغدير بن خير بن حمد العامري وصل الله الله أشعلها 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 في هذه اللحظات ولكن الزاوية الأخرى أيضا من تقدم لنا هذا الاسم الكبير الزعيمة محمد العبدالله بن يابن النابت والوصول من شعار بن نصر والقادمة الشاهينية سلطان بن حمد بن مطر بن عميره الشامسي وصل بن عميره وصل بن عميره ليقدم الشاهينية ولكن بن اغدير العامري اشتعال من الشاهينية الشاهينية واستعال الدرع الكبير التسعيره الغالية الشوت الرئيسي الأربعة كيلو مترات هنا مع اشتعال اغدير بن خير بن حمد العامري العامري على المركز الأول العامري على الصدارة تسلم يمينك اغدير تهانين OK ونموس على هذا البوز والانتصار المركز الثاني وصلت الشاهينية أيضا بشعار بن عميره سلطان بن حمد بن نطر بن عميره الشامسي والمركز الثالث الوصول أيضا والتحديات الكبيرة في المركز الثالث حاملة الرقم 48 اللي هي رهف جابر بن صالح بن محمد بن نصر العامري المركز الرابع الوصول أيضا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام المركز الرابع كانت حاملة الرقم 33 اللي هي أيضا هنا الزعيمة محمد العبدالله بن يابر آل نابت المركز الخامس وصول رائع وجميل هنا مشاهدين الأعزاء حاملة الرقم 56 اللي هي وصلت الف هدى لعبدالله بن جار الله بن علي آل نابت نعود بالتوقيت الزمني ما شاء الله سلاماتنا إلى السلطنة وإلى هالي الشريخ بالفعل على هذا الفوز والانتصار اشتعال أشعلها بالفعل غدير بن الخير بن حمد العامري ست دقائق ثانيتين وفاء وتماما وكمالا على هذا الفوز والانتصار مشاهدين ومتابعين الكرام من خلال هذا الأداء الكبير والتحدي المثير بينما مشاهدين الأعزاء من وصلت في المركز الثاني هناك الشاهينية ست دقائق ثانيتين جزءا واحدا من الثانية سلطان بن حمد بن مطر بن عميرة الشامسي مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام بينما اللي في المركز الثالث المركز الثالث دقائق ثانيتين أربعة دقائق من الثانية هنا أو ثلاث دقائق ثلاث ثواني وأيضا ثلاث أجزاء من الثانية تهانينة والناموس على هذا الفوز والانتصار هنا كانت أيضا رهف يابر بصالح بالنصرة العامري تهانينة والناموس للجميع شوط آخر جديد ينطلق